مرحب بحضور ضيفتنا اختصاصية التغذية فاتن سلامة تنحكي معا عن النظام الغذائي للأطفال وتلميز لمدارس بفصل الصيف نعرف ما في مدرسة بالصيفية بتختلف أكيد كل النشاطات بيختلف النمط الحياتي بيختلف النمط الغذائي أهمية التركيز على الغذاء بفترة الصيف هالثلاثة شهر اللي بيكونوا فيها بريت النظام يعني إذا بدنا نقول هلا نحنا بالصيف كمان لازم نستفيد من شغلة إنو نحنا مع الولاد أكتر فينا نفيدهم أكتر هلا أنا أول شي بدأ أحكي بالصيفية عن الماء أهم شي الماء الولاد لازم يشرب من لتر لليتر ونصف ماء بالنهار وبدنا نعود ولادنا يشربوا بس ماء بس يعطشوا مش جو ولا شراب يلي التيتا بتعملوا ولا صفت درينك ولا شي أهم شي ولدنا بس يعطش يشربوا ماي يشربوا ماي أهم شي هيدا بالصيف وهن إذا بيعملوا أكتفيتات بالشوب على البسين لازم يشربوا أكتر من لتر ونصف ماء بالنهار ليش شربت ديتا لأ؟ لأنه فيه كتير سكر هو كتير منيح بس فيه كتير سكر فيه نيمرقوا بالنهار بس مش كل مرة بس يعطشوا نعم وأنا أول شي رح أحكي عن الولاد يلي من عمر 5 إلى 12 سنة يلي بالكولونية وهو أهم شي نحنا عنا الولد يتروأ الصبح أول شي ما يكلوا شي فيه سكر لأنه السكر بدلوا مجوعون كل النهار بدلوا يتروأوا ترتين جبنة ترتين لبنة فيه نيخدو شوفين مع حليب بدلوا ينققوا نوع كورنفلكس مافيه كتير سكر بدلوا يتروأ الولاد قبل مايروحها يلا محل إذا رايح على الكولونية بدلوا يتروأ وحتى إذا رايح عند التاتا نحن بدلنا ناخده عند التاتا شبعان مش يبلش يستحلي عند التاتا نعم نعم بدلوا يكونوا شبعانين أول مايروحوا حتى نحنا نحنا كلنا أميت وبنشتغل وبعرف صعب نقعد نعمل ترويئة بس فينا نلف تارتين ويخدها يكلها على الطريق هو ورايح الولد دوران لجورني إذا كان بالكولونية أهم شي نحنا ما بدنا ناخد شي جبنة لبنة تارتينات كرميل ما ينتزعوا أو نطار يتسمم الولاد نعودون ناخدوا معن خضرة وفواكة مش بس فواكة نفوت نحنا السناك كخضرة بحياة الولد مش بس يكون بالنسبة لأقلو للولد السناك هو بس دسار أو بس فواكة لا هي الخضرة سناك هو اللبن مع خضرة سناك أو مع فواكة هو كمان سناك مش بس هيك الدسار هو بس حلو نعم هيدا عادات يعني اليوم ما فينا نفوتها وتصير عادة يومية نحنا المسؤولين عن هذا الموضوع يعني كأهل عم نتابع أولادنا منشوف كتير أولاد اليوم ما بيأكلوا شي لا بيأكلوا فواكة ولا بيأكلوا خضرة ما هيك هيدا بدنا نبلش نعود الولاد على هلسي لايف ستايل كل حياته ياكل وأنا أهم شي إنه نحنا نقول لأولادنا لا ما تاكل بونشوز مش تتنصح تتصير صحتك أفضل ما فينا نحنا نربط البونشوز بوزنه للولد أبدا بدنا نحنا نربط البونشوز أنت بدنا نبعد عن البونشوز شوي تتكبروا صحتك أحسن مش كل شي خصوا بالشكل الخارجي للولد ما فينا نكبر ولادنا ونبهيدا نضويلهم أنه لا ما تاكل تما تنصح أو ما تاكل تما تنصحي لا ما تاكل تما تصير تتدلّى صحتك منيحة لوقتها تكبر تنحفزلون وهن بهيدا العمر الولاد كتير بحاجة ليتغزوا تتدلّى صحتهم منيح ويكبروا بطريقة هلسي اليوم أطبّى الأطفال بينصحوا بالأخص الرضّع يعني ممنوعة يفوت السكر أو الملح بس يبلشوا يأكلوا أكل متل الكبار يعني قدي هيدا الشغلة هلأ بلاشت تعتمد مش من قبل يعني قديش عم بتكون فعلا مفيدة للولاد ما هي مفيدة كتير وهلأ لأنه من بعد الدراسات تبين أنه نحنا هيدا لقوء أكي طعم السكر نحنا ما هو الولد لحليب أمه ما فيه خبرك شو هي الطعمي وبياكلوا عقلبه مثل العسل فكرمال هيك نحنا منعود ولادنا ما يتعودوا على هيد طعم كتير حلو لأنه الولد إذا بتفوتيله الفواكة قبل الخضرة هو صغير ما بعود يتقبل الخضرة لأنه هو الكو طيب السكر فنحنا قدي فينا نباعد نجرب نطعم الولاد السكر بيكون أحسن منربحهم يعني يأكلوا الفواكة كمان بس تدريجيا يعني يبلشوا الفواكة البابي اللي صغار نحنا ما ببلش بالخضرة قبل الفواكة لأنه هيدا جوء أكي والملح والسكر زيادتهم أكيد بتضر نعم هيدا اكتشفت هلأ مؤخرا يعني منقول قديش نحنا أجيال ربيت على السكر وربيت على الملح وكل هذه الأمور ربيت بس كمان بس الصحة وين الصحة ما هي الفكرة وغير هيك نحنا من زمان كانت العالم كلها تتحرك ما كانت قاعدة متل ما نحنا هلأ قاعدين يعني جدودنا أو نحنا نحنا وصغر كنا كنا نلعب برا ما كنا نقعد كل نهار الولاد هلأ قاعدين تلاكت ربيع الولاد قاعدين كل النهار فكان جسمهم يحروق كانت صحتهم حتى نوعية الأكل كانوا يكلوها كانت صحية أكتر وما كان عندهم أكسي على هلأ ما كانت سهلة الوصول للشوكولات وللبونشوز مثل هلأ نعم يعني بالتقسيم اليوم بنحكي عن فئة أول عمر ومن بعده بتتغير الأمور يعني بعد الخمس سنين بنصير عمرة عطا مع الولد بطريقة مختلفة فينا هون يكن بلش ننوع له نبلش ندوقه نبلش أنا كتير يعني أنا أم واختبرت شي مع أولادي أنه أنا بس يفوتوا معي على المطبخ بتصير علقتهم بالأكل أحسن يعني أنا في طبخات بنات ما بيحبون بس يشوفوني ويساعدوني فيها بيستحلوا يدوقوا أو في دسارات تما يطلبوا شوكولات أو بوزة هيك بعمل أنا وياهم بالبيت هن رساتات موجودة وين ما كانوا كتير هيني أو قطو بالبيت أو شو ما كان بنعمل نحنا والولاد مع بعضنا بصيروا يتحمسوا هن على هيدا الشي فكل عمر له أفانتاجه نحنا بعد الخمس سنين فينا نطعم خبز أمحة كاملة فينا نشرب حليب لوفات وفينا هيك نفهمهم أكتر عن الأكل ويكونوا إن بالموضوع أكتر نستقلق نسألهم شو عبال كون وأنا في شغلة كمان كتير بتصير بالولاد الولاد قيامة بيزهقوا ما بيعرفوا حالهم إذا جعانين أو لا بيجي بيقلك أنا جعان أو عبالي بونشوز أول شغلة نحنا كمان الكبار هيدا ما مننتبه عليا أيام نكون عطشانين ما منعرف نحنا إذا عطشانين أو جعانين كيف الولاد فأول ما يكون إذا الولاد مش وقت غدا أو ترويق أو عشا وقالك عبالي شي منجرب تشربوا ماي ومنرجع إذا لقا أو لقا بيكون زهقان منقل له روح عمل شي حيلا أكتفيتاء أو عمل لها الشغلة أو يلا أو هيكي قدمة فينا من بعد منرجع فينا نعطي بونشوز فينا نعمل لون بوب كورن فينا نعمل هيكي قصص خفيفة بالبيت بالنسبة للتوقيت يعني للوجبات هل من الضروري يكون عنا موعد محدد للوجبات أو إذا كان في شوية فوضى لبأس لبأس يعني نص ساعة ساعة منا بشكلة بس هو أهم شي نلتزم نحنا بالترويقة والغدا والعشا لنتفي شوية يكون الأكل الولد منظم يكون عارف إنه هو ترويقة غدا عشا ليكون شبعان مش قاعد يستحلي قصص غريبة عجيبة وفوت قصص مش منيحة على جسمه في يكل هو عم يلعب لأولاد كتير بيكل هنو عم يلعبوا ما بيحسوا إنهم شبعانين وأنا كمان بدي أحكي عن موضوع التابلت والتيفي إنه نحنا إذا بيقعدوا الولاد قدام التفي أو التابلت بيكلوا ما بيحسوا حنا إنه شبعوا أو لا فيك قد ما تحطي قداموا للولاد يدلوا يأكل وما بيعرف إذا شبع أو لا وكمان أنا بدي أقول نستفيد من الصيفية إنه نقدر شي مرة بالنهار نتغدى أو نترويق ونتعش نحنا والولاد مع بعضنا يكون الأكل إلو وقتو نقعد يشوفوا أولادنا إنه نحنا منيكل سلاد قبل الأكل إنه نحنا ما منشرب صوفت درينك هكي ونتسير مع بعضهم نيعطوا إيمة للأكل مش إنه يلا حيلا شي أكلنا ومشينا نجرب قد ما فينا لو منشتغل وهكي إلا يمروا واجبة من هون نقدر نقعد كلنا أفامين ناكل إيه هيكي لو مرة بالأسبوع لو مرة إيه هيكي إنه يقعدوا ويشوفوا أهلهم كيف بيأكلوا طريقة الأكلة الكمية السلاد بالأول إيه هيكي يعني يكون إكسبرينس حلوة مش يلا إنه لأكل دفوار خلص غدايك ويلا فوت الدروس أو خلص غدايك دهار العاب أو هيكي نعم قدام هم الولاد يتعلم أو يتعود هيكي ولا حاله في كتير أولاد بيبقوا لعمرة ثلاثة سنين أربعة سنين المما بالتعميون أو التيتا لا أهم شيء أول شيء كرميل البسيكوموتريسيتي كرميل يتحرك وهيكي والكوانتيتي وتعالى أنه نحنا بدنا نجبره ما بنعرف تحت إمك ما فتحت إمك إحنا يمكن نعطيه كنتيتي أكتر من ما هو بده أو يمكن أقل هو يعمل كونترول يقدر يحرك إيدي ويكل ويبلع على مهله نحنا متصير مستعجلين عليه أو مبطئين عليه بصير لا أهيكي بيكل عمهله بيستمتع وبيعمل إكسبرينس بالأكل نعم يعني نحنا اليوم بدنا ندروس أكتر من ما نكون نعرف نتعاطى مع الولاد هايدي شغلة منا سهلة منا سهلة مظبوط بس أنه لازم هي بتبلش من عنا ومن ننقلها للولاد ومنا مستحيلة لأنه أنا أم وأنا بشتغل وأنا كمان قدمة فيها عم جرب أنه فوت هلسي هابتس كل مرة شوي مش ضروري نقلو بالبيت كله من العوار عادات صحية نعم نشجع أولادنا على الأكتفيتة إذا الولاد زهقانين بعد الظهر نقلو نتعو نمشي أنا وياكون مش تكون كل شي ريكمبانس خاصوا بالأكل يعني إذا الولاد يي برافو نوعدو بشي طيب نوعدو بشي طيب لا يلا برافو إذا عملت هيدا الشي اليوم نروح كلنا على البسين مع بعض أو إذا الولاد زهلين شو يا مامي بتاكل بوزة من راضيون لأ ما فينا نحنا هلأ موسم الأيس كريم يعني الكل بيطلب البوزة والكل بيحبها قديش بيحقلن الولاد فيها هلأ أكيدو هي البوزة من قطيب دي السارات ينقو الولاد البوزة على فوكي بوزة على طلاج أو حتى نحنا بالبيت نعمو البوزة شي كتير هاين كتير كتير هاين يعني فوكي مجلدة ومنطحنة منا أبدا صعبة أو حتى غير نوع بوزة بدون مشي ثلاثة أربعة فلايفر وفوق كرام وفوق كرام وفوق كرام وما بعرف شو هنه طايبين بس إنو نحط كوانتيتي صغيرة إنو بوزة صغيرة مع ثنين فلايفر بيكتفي الولاد يعني بيكتفي ايه أكيد أكيد إنو إذا تعودنا أوكي ثنين فلايفر مش بوزة هالقدة ويننفخ وما بعرف شو عليها يعني ما فينا نحرمون من شي وما فينا القصص تكون كتير إكزاجيري إنو بوزة أكبر منو للولد ومع مية فلايفر بدأ أسأل عن الحليب فيه أولاد كتير بيرفضوا الحليب وفيه أولاد معلقين فيه ما بيتركوه بسهولة طول ما هنه معلقين فيه إتسي قود آه منيح ما بيأسر وأنا عم أحكي من الخمسة لتنعشر سنة إذا بيشربوا حليب لكيد نص دسم بيجنن بيشربوا وفاري فاري هالسي والولاد يلي ما بتحب الحليب بدنا نزدلون جبنة لبنة بأكلن لبن دي ساريتو نكونو لبن أباز فروية لوبيت بدنا نزدلون ياهن لأن هنه بحاجة كتير بهيدا العمر لكالسيوم وفيتامين دي شو وضع النشويات بهي المرحلة؟ بهين المرحلة فيو نيكلون نشويات كاملة أكيد كل جسم بحاجة لنشويات فينا ننوع لن يعني فينا أنا مرة دوقن خبز أبيض فينا مرة دوقن شو أمحة كاملة خبز ساج مش إنو ينربتو بنوع خبز ومجبور فيه إنتا لأه بخصوص مسال عن الكورنفليكس فيو نياخدون أوت شوفين فينا نفوتلون كورنفليكس فيو أمحة كاملة بيشبع أكتر ما فيو كتير سكر بس أكيد بكل ولد بحاجة لنشويات ليكبر وبالنسبة للكميات اليوم كل ولد بيختلف عن التاني؟ أكيد وإذا بيعمل أكتفيتام ما بيعمل أكتفيتام وهيك بس عطول الاعتدال بالكميات ما نسكو بصحل كتير كبير للولد نشوف نحنا إذا شباع أو ما شباع إذا بلش بسلاد بالأول نعودو يرجع يأكل يقول هولي الهلسي هابتس يأكل فوقي يأكل خضرة بس بدو يستحلي بالتارتين عطول يكون في خضرة مش كوانتتيز قد ما بدو نحنا نحط صحون كبار حرام لا الولد بيعرب الخمسة إلى 12 سنة بيعرف حاله إذا شباع أو ما شباع إذا فول أو ما فول نعم من 12 و 13 كمان بعدنا أولاد من قول بعدنا أولاد أطفال لنوصل لفوق العشرين وواحدة عشرين سنة هن البزوان كالوريك طبعهم أعلى والكنترول عليهم أصعب شوي لأنه هن يصاروا فيهم يروحوا يشتروا شو ما بدون وهكي بس بره عبعيد إنه إحنا بدنا نقللهم أنتو بتكون تاكلوا هلسي تتصير صحوتكم أحسن مش لا ما تاكلوا بره بتنصحوا أو لا ما تاكلوا تتضعف لا نعمل كنترول مثلا عبالهم يأكلوا بره يأكلوا مرة مرتين بس مش عطول قد ما فينا نحصل نحنا بأكل البيت هالأيام موضت الأكل بره والدليفيري والفاست فود قديم نقدر نعمل كنترول وإذا في حدا عنده وزن زيد كيف تتعاطي معه كأطفال وهل من السهل يقصدوكم اليوم كأختصاصيات أغذية؟ هلا هي الولاد شوية دقيقين بس مفروض نحنا من هن وصغار ننتبه على وزنهم لأنه تماما ويكبروا ويصير عندهم تندانس يعملوا أمراض أكتر سكرة كوليستيرول ترقليسيريد بنا نحضر لهم جسمون ليكبر هالسي هلا أنا أهم شي بالنسبة لإلي ما نحسطوا للولد نحنا عم نعمل لك دايت انت طرور نضعف لازم نحنا والأم نبلش نفوت هول عوايد شوي شوي على جسم الولد لأنهو منو كونسيان بكل يلي عم بيصير هو جعان عبالوا هو مستحل البيرجر مستحل الفريت هو عبالوا يكلون نحنا فينا نعمل موديراسيون يعني يتروق أهلسي بالبيت يتعشى إذا مرة أكل برة منا مشكلة نعودهم على يعملوا سبور نجربهم ميت سبور إلا ما هلن يزبط معهم شي نعودهم على الأكتفيتات فيزيك للولد زهقوا نتمشى نحنا وياهون نعودوا نشربوا ماي عطول شربت ماي اليوم أو شربت ماي نعطيهم قردات يكون الماي إنو هي بالنسبة لإلهم أهم من الأكل برايوريتي إنو أنا أشرب ماي يعني حتى لو بقيوا بالأكل ما نعطيهم؟ إنو بالأكل زيرو إذا هن ماريدين إنو يعني ما في قعد بالأكل بالمرة الولد بدوا جوع بس إنو إذا قلل الأكل لنهار ونهارين وثلاثة ما ما بيصير شي بس إنو إجمالاً الولاد إلا إذا ماريدين بيوقف على الأكل غير هيك طبعاً فعلاً يعني إن بس يكونوا بحالة مرضية بيتأثروا وبقية الأوقات بيكونوا إذا كانوا بصحة جيدة بيكونوا إلا إذا كانوا حبين الأكل إلا إذا عندهم مشاكل خاصة بالأكل أو زعلانين كتير أو هيك نحنا مننتبه إذا ولا تخف أكله كتير ممكن يتعرضوا للحساسية فيه أنواع بتأثر على الولاد بالحساسية وبتخطفة فيما بعد أو لا بتلازمهم كل العمر في هيك وفي هيك في ولاد من أول ما يخلقوا عندهم حساسية وفي ولاد بس نبلش نفوت لهم يعني بعد السنة فراز كيوي جوز بيعملوا حساسيات على العمر بس لأ إجمالاً ما في شي هيك أبستريفرد مرة بيبين في قصص بتبين من هنه وصغار في على كبر نحنا أيام منعمل حساسيات بتفجئنا بس من هيدول العمر صغار لأ ما في حساسيات بتكون هيك فجأة أكل أول مرة بيكون فراز إجمالاً بيكون عمره سنة أو سنة ونص بنبلش ننتبهلون نحنا ليه منفوت الأكل تدريجي على الولد؟ يعني نحنا منبلش مثلا بنوع خضرة واحد منتعمية للولد على ثلاثة أيام يلي بين أربع على ستة شهور تنعرف إذا عمل حساسية لأعرف أنا عيا لنوع أكل الولد عمل يعني بزيد مثلا بجرب مثلا أول مرة بطاطا تاني مرة بزيد كوسا تالت مرة جزر بلفواكي كمان أنا ببلش مثلا بتفاح برجع بزيد لموز إذا حساس الولد أنا بعرف إنه هو حساس على الموز وهيك بتصير الأمور تدريجية بعض في شي حابد فيه قبل ما نختم إحنا وإياكي في شي ما ضوين عليه؟ لا أنا بس عال بدي أحكي على الكمياتيز أهم شي نلتزم بالكمياتيز الكميات للولاد ويتحركوا أهم شي تتحركوا الولاد والماء يعني هو دي نقاط أساسية ومهمة بالنظام الغذائي ونبلش بحالنا بعرف منا هاينة وأهم شي ما نعقد الولاد ونكون كل الأكل الريليتد على الوزن إنه لا ننصح أو نضعف أو على إذا مبسوط أو زعلين يعني إذا الولاد مبسوط ياسم نروح من أكل بوزة يكونوا الفرح والزعل مخصم بالأكل هاي دي مسؤولية الأهل مسؤولية الأهل منا هاينة بس إنه مش الحال منبلش بحالنا بسيطة غذائية صحيحة وصحية بدنا نشكرك على حضورك معنا مرسي على الاختصاصية بالمجال بمجال التغذية فاتن سلامي يعطيك ألف عفية شكرا 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 على كل اللي